السلامة البنات كديري اللي بس عليكم مرحبا بكم في القناة ديال شهوات الحجة رشيدة القناة الجديدة اتمنى اتعجبكم غنشارك معاكم هاد لازانيا اللي الصراحة ساهلة ضغية تتوجد بلا تعقيدات غنشاركها معاكم كما انا تنديرها بالماضق اللي تنحطها الضياع فيه والوليداتي تجي رطبة ما تحتاج لها نسلقوها للتحاجة يعني ديريكت من الباكية تتخدموها ونوركم الطريقة كلها وتبقوا معي الفيديو والمقادر شوش حرطبة تجي شيشة والديدة الصراحة بالمقادر اللي انا تندير فيها مهم غنحتاجو في المقادر اول حاجة باكية ديال لازانيا في 500 قرام يعني ما غنستلقوها موالو ديريكت غنخدموها عندي باصلة كبيرة مشال دوجو خيزوات كبار ونقطعين من بشورين ونص 500 قرام ديال الكفتة والزيت وخمسة ماطيشات مطحوني مع كس علماء باش تحنتم عندي جمع الق كبار ديال الماطيشة الحق والبزار والملحة والطحميرا غنستعمل جمع القات كبار ومن الفرماج محكوك غنبغيو في الاخير هادا غنخلي لزين من اللي غنخدموه سلصة البيشامين باقي معطيتكم شو مقادر مهم هادو من المقادر غنحتاجوه في الشحر اللي غنضيرو في اللاصوس ديال الكفتة الكفتة على حساب الواحد الامكانيات ديالو انا درت 500 قرام انتم ما تقدروا تدروا 150 قرام 300 قرام يعني على حساب كل واحد اشيبغي غنحتاج الزيت تقريبا باش نشحر يعني اذاك ملاحقش نص كاس شاطمن واحد شوية نديرو 500 قرام ديال الكفتة في المقلة تتكون باردة باش ما تلصقش لينا وعدا بش ندون نسخنو فيها بشوية 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 ومعاها البصلة اذا بات ندون نحركو في ذيك البصلة والكفتة نشحروها تتتحبط لينا تماما هنا يخصني الكفتة تولي عدنا يعني اللون ديالها الحمر حييد وتحلت لينا تفرتات مع ديك البصلة اذا وسر ديالها بالاعطرية بالاوالو يعني باش تجينا ديك الكفتة وحد المقلة بحلم شوية يعني تنقو نحركو فيها محلو كايا وحنا تطيب وحنا تنطيب تتتحبط لينا كاملة نتمنى تعجبكم هادا الوصفة اللي هي ساهلة قلت نشاركها معاكم قدرت غديوة قلت نشاركها معاكم علش الله مهم ما عدا بشغن نزيدو العطرية وخيزو محكوك كل ما تيديروش ولكن انا تنديروش تيزيد فيها وحد لدة صراحة يعني تنديروش خيزوات محكوكين صغار او وحدة كبيرة بتنحكم بالقلب ديالهم كامل مبشورين على خيوطة طوال شو الكفتة ديالنا اللي تشخرت وهبطات البصلة كي ولات دا بس نزيد ذا ديك الجزارات اللي محكوكين تيجي لمادق ديالهم زوين وتعطنوا واحد الطعم زوين في صلصة ديالنا مجربوه صراحة رأناية تنديرها دائما كانت شفتها من عدو حد طباخ لبناني تقريبا شي 14 عام وله مدة طويلة ولكن ما بقيت نستعملها في الوصفة ديالي هاد اللازانيا ما تنغيرهاش يعني ما تنحاولش نقلب على شي وصفة اخرى اه تندو نزيدو دابايا في التوابل ديالنا الملحة الاحسر بالضوق انا درت معلقة صغيرة وغنزيدو حت شوية يعني معلقة ومص لانا الصلصة عدي كثيرة وبالنسبة للبزار تندير معلقة واحدة ما تنديروش حار بزيف معلقة صغيرة لانا الصلصة غتشوفوها كمية كثيرة بتنبقوا نحركو في الشرميلة ديالنا او العقدة ديالنا او كل واحد كيفاش يسميها لاصوس ديالنا بتنبقوا نحركو فيها وحنا تيد باللي نخيزو المهم هنا يشوفو انا عبرت بالمعلقة باش يبال ليكم مش حال هما رجوج معلقات كبار باش تبقى عدي ديك النكهة ديال الكفتة باش تبقى عدي في الصلصة توقع عر صلصة الماطيشة والكفتة يعني ثلاثة توابي اللي تنستعمل هنا ايا كي اللي تزيد ضامة البنة ديال الحام او شي حاجة انا يا تنزيد عر ضامة انا غنوري عليكم فاصل صلصة البشامل وغتشوفوني عشان النكهة اللي تنزيد شويها بتتعدنا غنزيد ماطيشة محكو كمطحونة مع كاس ديال الماء خمسات ماطيشات اللي انا حكي طحنتم مع كاس علماء اه ما قدر اللي تيما نكوكها خفيفة لانها طحنتها مع الماء يعني غنزيد غنزيد كاس لما طحنت معها انا ماطيشة تتبقى وتتحركو دب اهنا يا ما تنزيدو اتا اضافات تفي الصلصة ديالنا رواج دا غنخليوها تبقى الطيب تغلي ماطيشة الخضراء خاصتها هي الطيب هاد الصلصة اللي زدنا غنزيدو العر ماطيشة ديال الحك في الاخر ولكن تتتغلى لنا ماطيشة ديالنا مزيان لنا ماطيشت هاد العادية تنخلي هي اخر حاجة اضافة دير الجمعة لكبار تنبقى نحركو كاف صلصة ومن الاحسن حتاجو شي مقلة غارقة كبيرة باش تشد لكم الصلصة ديالكم والكمية ديالها تعرفو كيفاش تخدمو بها جمعة لقات كبار ديال ماطيشة ديال الحك بصافي دبع الوصفة ديالنا ديال الصلصة مجدد هاد هي الصلصة اللي انا تنديرها في لازانيا ديالي يعني ما تنزيد علتها اضافات وتجيز صار حزوينة وتتعطيني تاكمية كثيرة اياتو ما غا تشوفوها يعني في خمسمائة قرام تجيني ديالك اللاطاع يعني عامرا بالسلصة يعني واخد كيفيتها يعني ديالك اللازانيا فاش غطي بلينا في الفرع صار دبع غدا تنخلي عير تبدا تغلى يعني وحد شوية وحد خمسة دقيق تغلى صافي وطفي عليها باش تبقى لاصوس ديالي محل بكام مش يتنشفها لان انا محتاجاها سائلة هكا باش نبقى نخدم بعليها باعلي يباط ديالي دبع نبدو صلصة البيشاميل كيفاش نخدمها صلصة البيشاميل انا ضبلت المقادر غنحتاجو الملحة والبزار وضامت لي بطاط اللي ناسي تكون من السماء بالاعشاب وجوج معلقة ديال الزبدة ديال الاكل وجوج معلقة ديال الفرص وليطر ديال الحليب الحليب بارد صلصة البيشاميل هادي هي اللي تنديرها انا اكتر يفا المعجنة ديولي لسواء ديال الفرص او اللي كانت خليتنا هنا يلكصر ونا سخنة سخنة لي بزاف متديروش محالي ولكن اياها تبرد معاكين عندنا البرد يعني تتعاطل الزبدة هادي زبدة يعني ديال الاكل نباتية يعني ماشي ديال التوراق خاصة ديال الاكل تجيبنينا بتاننا خدوش معلقة كبار اللي بغي يدير نسيطره يعني ديال نصف الليطر ديال الما يديرو انا تندير الليطر اللي انا عندي الكمية ديال الصلصة كبيرة تنسى يلا تكفيينه وغا تشوفوا يلا تتجي قد قد تندوبوا ديال الزبدة ديالنا كاملة دارولي تدوب هي اللولا يعني تدوبوها تنزيدو الدقيق جوج معلقات قد لدقى قد الفرص لادرنا نصف الليطر ديال الحليب تنديرو عير معلقة فرص ومعلقة زبدة ده بقعنا يا مضوب له هنا المقادر في الصلصة البشامل ديالي نديرها ليتر حليب يعني تنحاول نعطيكم معلومة كاملة تنزيد عير شوية ديال الحليب باش نطلقى ديك الكريمة اللي ان حصلت عليها ديال الفورس دقيق تنقول فورس دقيق ديالي فورس اللي انه وني زرا فورس ومعه الحليب تنوقى نحرك بشوية باش ديك الكريمة باش ما تجينش حوبيبات وما تجينش مكورة خد صلصة البشامل اغلبية الناس كاللي تتعقد ليهم او تحبب ليهم تدرت الليطر وجدت ودرت جيت نشوف القاية الكسرونة صغيرة يعني ما تنخدم اكثر يعين نستهدرو يعني الا هاد صلصة اللازانيا اللاطا اللي تندير اي الليطر ما ادي انتبهتش ليها المهم ما غنخدمها عير بشوية تنحرك دبيالي غلالي الحليب حسيت بيسخن غنبدا نزيد فادوك التوابي اللي غنحتاج غنزيد شوية الملحة الملحة تعني على حسب الضوك انا درت يعني انا نص معيلقة ودرت نص معيلقة يعني ضروري هالبزار والملحة تنديرهم تنحرك محلوكا والصلصرة ما غنديروهاش كريمية خاطرة هتكون واحد نوعا ما تقيله ولكن في نس وقت نحسو بها جارية دبه هنا غندير ضامة ليبات لان ضامة ليبات لان ضامة ليبات فيها ريحة الزعتار الحباق اللي ما عندوش ضامة ليبات يقدر يدير ضامة الحم واللي ما بغاش ما عندوش مع ضامة يعني مت يستعملوهاش و مت يأكلهاش يدير شوية زعتار او شوية الحباق مقطعين نسم بها صلصة البشامي لانا تنسمها اما بضامة ليبات ولا ضامة الحم يعني اختنا دير المصفى ديالي الحم تنبقى نحرك فالكريمة ديالي وانا تنقلب يعني اللي تتقار تتولي تزلينا في ذك الطراب ديالي يدا ودياللي تتبقى تتولينا دبه هي وجدة صلصة وغنخدمها معاكم طريقة اول حاجة التحت باش ما تلصقش لنا لازانية ديالنا تندير الصلصة الحمراء يعني ذكفتها الصلصة ديالها هي اللي تنديرها اول حاجة هي التحت يعني وغن بدن نزيد ترتب معاكم انا غن ندير صلصة البشاميل شوفوكو صلصة البشاميل كديرة يعني ما تجارياش وما تقيلاش وغن بدن نستفل ورقة ديالي من الباكية انا ما حيتم شا من الباكية باش يبال لكم يعني ما حس لقتهم موالو ولكي راكم شوف اللويل ارتباه شيشا ضغيات الدوف في الفو دبايا غنستفل بحالكا يعني المول عدي صغير هاد المربع ما بغيش ندير عندي شكل بيضاوي ولكن ما غايجينيش في لازانيا وعندي ديال الحديد قلت نشارك معاكم باش تباليكم ديكور ديالها ما غايش ندير في المول اللي مول فأنا تندير فيه قطعتها يعني باش ننكمل لذك القنت يعني وحدة نقطعها لجوج ولكن انتو ما غد تمشوا على المول ديالكم تهوى بالنسبة تندير صلصة هي اللولة يعني انا باش جي اهنا باش سر ديالها ما تنديروش الكفتة تندير صلصة ه ту l ندير الفرماج وعدمت من بعد تاني تتنكمل يعني توجد دينا بالنسبة لهكاية تتبقى وغادين تتبقى وترتبوا فيه احنا غادين تنديرو تكسلسة تشكون قريبة لنا تنبقى وغادين بحالهكاية تتنكملوا اللاطة دينا واللي تندخلوا للفرم تنشعلوا لتحت يعني من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة على حرارة توسطة مشي مجهدة ومشي يعني ناقصة بحدي الحلوة يعني متوسطة دينا العادية يعني وتتخليها طيب 45 دقيقة يعني باش ومرة مرة تتطلوا عليها ولكن عندكم فران من نوع لي تطلع الصاد الفوق تتقدر هي تدهب لكم من الفوق ما تتحتاجوش تهبطوها على حسب الفرماج كان يعني فران عندكم يعني ما تطلعش لكم الصاد الفوق قرأت اللي تتحسوا بها 45 دقيقة دازل تتهبطوها تتاخدوا ذاك اللون فوق الفرماج جينا مهمة انا يا مقيشة نشرح لكم لان الطريقة موضحة راسها الفيديو تبين لكم كل شي يعني كيفاش نخدم فيها محل كوية تتجي كما شدوها في الفيديو الصراحة تتجي رضبة وريدكم انا الطرف اللي قطعت منها الشكل ديالها تتجي الصراحة لديدة جربوها ورضوا عليها وانتمنى تعجبكم هاد القناة يلا بها ديا ولكن مرحبا بكم هاد القناة غا يكون في وصفات مختلفين حلو مالح الناس اللي تعجبهم الحاجة المالحة الناس اللي تعجبهم حاجة حلوة لانا الاضواق تختلف اي احا تنطيب شي اكلا ولا شي حاجة وجبة الوليداتي تنشارك معاكم هادا عرغدانة انا دائما تنقول لكم لكان غدانة غنقول لكم غدانة كانوا ضياف رغنقول لكم ديال ضياف هادا بعدها الوليداتي قلت نشارك معاكم هادا الوجبة ديال الغداء اللي صار حزوينة وتتتغيره عن المعتاد وضغيات تتوجد اه كان ذيك الاكي او الباك الليبا اللازانيا نوضح لكم واحد الحاجة هنا هنا يبعدها كندرت النص ديال الكمية ديال الوراق وديال اللازانيا الورقات اللي عندي وده بدرت الفرماج وغنبقى نكمل وغنخلي الفرماج الكمية النص ديالكمية تنديرها الفوق هادا اول حاجة وبالنسبة بدرت الدبال فرماج محل كوب ديت نسته فانا شاط اللي يعرف كما شاط شقية ورقة فالخورة نبغى ندير سلسط البشاميل والسلسطة اللي بقى عندي كاملة ديال الكفتة بالنسبة الورقة ديال اللازانيا قراك هي النوع اللي تيتسلق هادي من اللي خديت اهنا النوع اللي ما تيتسلق شو تكون عنده مكتوبة عنده في البواطة الناس المبتدئين او البنية اللي يلا تبغوا تدخلوا الكوزينة يلا يتزوجوا او تبغوا تعلموا شي حاجة مهم هادي قلت نقول لكم هاد المعلومة رامة تكون يعني فيها خاصة السلق بوحدها واللي ما فيهاش هادين ما فيهاش يعني ما محتاجة السلق اللي جدرتها بهذه الطريقة يعني تتكون في البواطة مكتوبة حاولوا نتابهوا لهذا القادية ونتمنى تعجبكم هاد اللازانيا وهاد طريقة اللي تجي رائعة وتنغطي وقعد جناب ديالنا وشوفوا الصلصة تجي كاملة فوق الورقة ديالنا والصلصة البيشامي التهية لان اللي تدخل الفرن بهاد الكريمة اللي هي كتيرة هي اللي تتخليها تطيب وتترطاب لنا وتتوجد بلما تحتاجون سلقوها يعني هادك السوائل اللي انا درتهم هم اللي ترطبوها هم اللي تطيبوها من المهم هادا وشك النهائي ديالها غندخلها للفرن يكون سخون وغنط نديرها لفوق مدة 30 دقيقات ال 45 دقيقة الى اللقاء نتمنى تعجبكم مادة لازانيا وتشاركوه مع الأصدقاء ديالكم